يسعد صباحكم المجديد مشاهدين عبر شاشة طنات بوغيريت وتحية لكل اللي نضموا إلينا ببداية مشوارنا الصباحي لليوم واللي رح ننتقل معكم لأول زاوية حوارية خصصناها لنحكي فيها عن القلق الامتحاني وخاصة مع اقتراب فترة الامتحانات فبهيدا الوقت بتعرض الطلاب للكتير من القلق اللي ممكن يأثر على تركيزهم أثناء الدراسة وممكن يأثر عليهم أيضا أثناء الاختبارات وأيضا هذا القلق ما بيصيب الطالب فقط ولكن ممكن يصيب الأهل اللي هنم بيكونوا متواجدين مع الطالب خلال فترة تحضيره للامتحانات لنحكي أكثر عن القلق الامتحاني أسبابه كيف نحن فينا نتجاوز هذا القلق بمساعدة الأهل بيسعدنا أنه الرحب بضيوفنا بالستوديو اليوم باحث التربوي الأستاذ باسم شرمك اللي رح يكون موجود معنا اليوم يسعد صباحا يسعد صباحكم رمضان كريم ورمضان كريم وأيضا ابن جعفر شرمك اللي موجود معنا واللي هو بجسد حالة طالب صف تاسع أيضا لحتى نحكي أكثر عن القلق الامتحاني الممكن يسيب الطالب ويعرفنا جعفر أكثر كيف نينة نحن نتخلص منه يسعد صباحك جعفر صباح الخير جعفر صباح الخير أستاذ باسم أهلا وسهلا فيكم رمضان كريم أستاذ باسم خليني أبدأ بالحديث مع حضرتك دوما ما يعني ما نتحدث عن القلق الامتحاني لكن هو ربما غير مرتبط بعمر محدد يعني ممكن الطفل يصاب بالقلق الامتحاني الشاب حتى الكبير اللي عنده تجربة بالحياة عندما يوضع فيها في اختبار معين يصيبه نوع من أنواع القلق السبب السبب أنه حضرتك أنت قلت مفردتين قلت أنه امتحان وقلت اختبار عندما نسمع بكلمة امتحان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان كلمة امتحان لحالة أنه توطينا هذا القلق عندما نسميه اختبار فهو اختبار لقدرات اختبار لمهارات اختبار للقيم أو لجميع الجوانب إذن القيمي والمعرفي والمهاري عند الاختبار مثلا لما بيكون عندنا نحن اختبار في الرياضيات أو اختبار بدي اذكر بهذا الموضوع مثال صغير منذ عدة أيام كنت مع فريق الفيزياء التطبيقي والعلوم الأساسية كان لديهم اختبار على مستوى العالم شارك فيه اكثر من مليون وثلاثمئة ألف طالب تمام ينهدون في التافعين والشباب طبعا اختبار بالرياضيات أنا حضرت عندما كانوا يقوم بهذا الاختبار هو اختبار حضروا له قبل أسبوع لأنه هناك إعلان عن يوجد اختبار حضروا له وعملوا بروح الفريق طبعا كانت تأتي الأسئلة باللغة الإنجليزية يقرأ السؤال يحل ويعطي الناتج وحازوا على المرتبة الرابعة على العالم تمام؟ كنت موجود أنا عندما كانوا يتعاونون بصفة الفريق وروح الفريق وينفذون هذا الاختبار أنا متأكد أن الكثير من مدرسي الرياضيات أو مننا نحن ككبار لا نستطيع أن نقرأ بهذا الزمن بهذا المعيار الزمن نقرأ الاختبار ولكن كانوا مستمتعين لأنه هذا الشغف وهذا حب للمادة لهذا الاختبار طيب لماذا لم يكونوا قلقين؟ كان لديهم القلق الإيجابي الذي يدفعهم لمزيد من الدافعية وتحقيق الإنجاز وليس لديهم القلق السلبي الذي يؤدي إلى أعراض فيزيولوجية ونفسية وسلوكية ممكن أنه تظهر على الفرد ببرودة نهايات الأطراف ممكن جفاف في الحلق ممكن حالي من الغثيان ممكن حالي من الأقياق ممكن الشعور بالتبود ممكن أنه أيضا الارتباك لأنه هو عبارة عن قلق وارتباك معرفي يؤدي إلى ضعف أو نقص في المستوى المعرفي للطالب عنده مواجهة الامتحان إذن كلمة امتحان هذه إذا قد أنه نجاح الطالب يعتمد على 60% منه وال40% هي عوامل متعددة ممكن أن نكون نسيطر عليها داخليا يعني هناك دوافع داخلية السيطرة ودوافع خارج السيطرة دوافع داخلية السيطرة هي كل ما يتعلق بالطالب أما خارج السيطرة ممكن لها علاقة بنظرة نحو الامتحان أو الاختبار نظرة نحو المراقب الأسئلة زائد أنه الرهاب الذي يسببه الأهل نتيجة القلق لأسباب عدة منها مقارنته مثلا بالأخران أو بالأقارب أو تكليفه بقدرات تفوق قدراته ممكن أنه أي طالب نحن نتكلم عن طالب الشهادي إذا كان صف تاسع والبكالوريا والطامة الكبرى في البكالوريا أو الثانوية لأنه مثل الشاعي يقال أنه هذه الدرجة أو هذه العتبة هي تحديد مصير تمام؟ كلمة تحديد مصير بتسبب لحالة قلق لحالة قلق والنفسي والآلية للقلق ولكن اليوم أنت طالب صف تاسع عم بتحضر للفحص عندك قلق من الامتحان حاسس بإحساس مختلف ربما عن السنوات الماضية اللي أنت كنت فيها تقدم امتحانات حاس بالقلق والتوتر أنه مثلا صعوبة الأسئلة والإشاعات اللي ممكن تصدر قبل الامتحان عن نموذج الأسئلة وكيفية تحضير الأسئلة وعن صعوبة المراقب بالقاعات مثل بعض السنوات أحيانا المراقبين بيشدوا المراقبة مثل كانوا المداخين على طلاب فأنت بتحس هلأ بقلق يعني حاسس بإدار طب بس أنت دراستك يعني تركيزك على الدراسة عم تحسه كافي أنه هو إذا تعرضت لقلق ممكن أنك تتغلب عليه بمعلوماتك اللي أنت مختزنة خلال العام الدراسة هي بتجي على مراحل لأنه أول شيء بتكون خفيفة بعدها هلأ عم تتكسف لقبل الفحص فنحن بالفترة قبل الفحص عم نتوتر زيادة عم نشعر بالخوف أنه نحن ما أن المعلوماتنا كافية للفحص هلأ هو إحساس أنه نحن كل الطلاب بفكروا أنه معلوماتهم مو كافية للفحص أستاذ باسم يعني هذا أحد أسباب القلق عند الطالب أنه هو بيفكر حاله مملحة أو بيفكر حاله أنه ما رح يجيب علامة أو ما رح يقدر يجاوب بهذه بفاتته أول كلمة أول جملة اليوم قدت تركيز بفترة شهر الخحص ممكن يساعد الطالب مهلب عمليا أنه موضوع الخوف أنه من عدم التحصيل لأنه الامتحانات هي غايب حد ذاته أما عندما تكون هي وسيلة لقياس وتقويم قدرات المتعلم نبتعد عن كل هذه الأمور تمام هذه الفترة يكون الطالب أكيد يشعر بالارتباك والقلاق ومثل ما حكى جعفر أنه أنا ما محصال أو أنا ينقصني أو إلى آخري هذا الأمر لا يأتي خلال هذا الشهر دور الكل إذا كان مدرسي أو أسرة أو الطالب نفسه يجب أن يكون الطالب أو صارما مع برنامجه هو بذات أوزن العوام متعلقة بذاته يجب أن يكون صارما مع برنامجه مثلا أنت لديك خليلا نحكي بشق آخر فيزيولوجي نحكي على النظام الغذائي يأتي الطالب بهذه الفترة فلا يحافظوا على نظامه الغذائي يكسروا من المنبهات هذا ما يجيد التوتر والقلق أيضا فقدان الشهي القلق هو فقدان الشهي نحو الأكل والشرب لذلك أنه منظم الطلب في هذه الفترة أنه يقللون من موضوع الأكل بحجة بأي حجة كانت وهي أسبابها القلق لذلك هذا النظام الغذائي أيضا أنا لا أحكي عن دور الأهل ولكن أحكي عن الأمور التي تسبب إذن يجب البدء بموضوع معالجة القلق منذ اليوم الأول من المدرسة حتى بالمراحل السابقة نحن عم نحكي على الشهادات ولكن أنه وزارة تربية مشكورة شعرت بهذا الأمر وأقامت فرق متعددة تقريبا حوالي 140 فريق لجميع المحافظات وأقامت دورات تتألف من طبيب صحة مدرسية مسقف صحي مرشد صحي مع المرشد النفسي والاجتماعي هذه غايتها كانت القيام بفرق جوالي إلى المدارس الثانوية وفيها الشهادة الإعدادية من أجل معالجة إدعش حالي من حالات القلق زائد أن الرهاب الأهل زائد توضيح أو معالجة أيضا الاضطرابات الناتجة عن كوفيد كورونا والإصابة به إذن كانت هي عبارة عن مثل ورشات صحي نفسي هدف أن يكون جسم سليم في عاقل سليم زائد أنه معالجة الانفعال والارتباك الانفعالي لدى الطلاب لذلك أنه سؤالك أنه حضرتك أنه لا يبدأ في هذا الشهر هذا الشهر له خصوصية ولكن أنه يجب أن يبدأ منذ بداية العام الدراسي موضوع البرنامج الغذائي موضوع تنظيم الوقت وإدارة الوقت ونحن نتعلم خلال السنوات نحن عارفنا عن المناجج المطورة أدت إلى دخول مادة اسم المشروعات هذه المشروعات بحد ذاتها كفيلة لتنظيم الوقت كيف أن أنظم الوقت؟ أنا مثلا لنعتبر الامتحان أو الاختبار هو مشروع كيف سأصل إلى الاختبار؟ أنا ممكن أن أحضر جيداً أن أنظم الوقت أضع الصعوبات والعقبات وكيف أعالجها أجمع البيانات أجمع الأدوات حتى أصل إلى الاختبار وليكن الاختبار هو مشروع من هذه المشروعات لذلك أن الأمر الذي يتعلق بالطالب وبهذا الشهر أظن أن يجب أن يكون من بداية العام الدراسي بالبرامج الكافة أستاذ باسم خليني أرجع أنا وياك لبدء حديثك بدء حديثك معنا لليوم عن المواضيع الاجتماعية تحليداً البعض يعظ القلق الامتحاني إلى أنه ربما ضغوط اجتماعية أكثر منها غذائية أو أن الامتحان هو عبارة عن حد فاصل بحياته الشخص ذكرت لنا مثال ليك ابن عمك ليك ابن خالك شوف هذا مقارني بالأقران والأقران هذه ممكن تشكل مشكلة نفسية عند الطالب بتسبب للقلق خليني سميها العادات الاجتماعية ربما اللي نحن كل ياتي يمكن فيها إذا بنحكي بالعادات الاجتماعية بنحكي على أسباب القلق الأسباب القلق من أحد الأسباب هي أسباب اجتماعية وأقتصادية أكيد اجتماعية وأقتصادية كيف؟ دائما عندما تتقدم إلى الجامعة نلاحظ أن قبول في المناطق النائية علاماته أقل من القبول في المناطق مثلا إذا تجيب 180 علامة مثلا وكنت بالمدينة الرقة أو الحسكي ممكن أن تدخل فرع وتأخذ مقعد بـ 230 هنا إذا المناطق النائية هي عامل اقتصادي بس عامل اقتصادي أنا معك بس لما أستاذ باسم لما وضع هكذا قرار أخذ بعين الاعتبار ربما الأحوال المعيشية إذا العامل الاقتصادي يؤثر بس يؤثر إجابا بالنسبة لـ يؤثر إجابا له ولكن أن هذا الأمر العامل الاقتصادي يؤدي إلى تحصيل أقل نحن نحن نحكي على مستوى التحصيل الذي هو سبب من أسباب إذن بدأي أحكي إذن العامل الاقتصادي سبب مستوى التحصيل سبب الذكاء هو عامل عكسي كلما ارتفعت نسبة الذكاء كلما أقل القلق في عنا عامل الجنس الإناث أكثر قلقا من الذكور في عنا مثلا عامل التخصص التخصص هو أن العلمي أكثر قلقا من الأدبي تمام؟ إذن في عنا عدة عوامل بناء على دراسات طبعا هذه الأمور علاقة تماما بموضوع القلق الامتحاني لذلك المظاهر الاجتماعي أيضا هو الرهاب الأهل عندما نذهب إلى أي مركز امتحاني نلاحظ أن الأهل خارج المركز قلقين أكثر طبعا في عنا عدة أمور ورشادات نحكيها لاحقا أو ممكن جعفر يفيدنا فيها لكن الموضوع الاجتماعي والمقارنة مع الأقران أو مقارنة مع الأهل أو دائما المحب هي رسالة تمام؟ الإيمان هو عامل قوي جدا أنت أن تؤمن بقدرات ابنك أن تؤمن بطاقاته أن توجهه التوجيه الصحيح هذا أمر يلغي القلق هناك كثير من الطلاب ليس لديهم قلق الأهل ليس لديهم قلق أنه عمل عليه وقالله يعطيه العافية هو مثلا يريد أن يدخل فرع كذا يريد أن يحقق علامة كذا تمام؟ في الكير من الأهالي أنه أنا بدي ابني عامي لا أنا بابا مثلا بدي اتفوق مثلا إذا عم نحكي على التاسع تمام؟ في حدا أنه أنا من صغري أنا مثلا بدي هندسة كذا معلوماتي ما بدي مثلا هذا الفرع الاجتماعي نحن بقول أنه والله بدنا الأعلى مستوى هو الحقيبة الطبية أو إلى آخره إذا هذا التصالح مع الذات ودعم الطفل والتعزيز الإيجابي والمحبة والحوار الهادئ الحوار هادئ يبعد القلق لذلك درجة وعي الأهل اقتصاديا ومعرفيا هذا يؤثر على موضوع القلق كنا نأخذ رأي جعفر بأي موضوع تحديدا؟ أنا أريد أن نصائح ممكن أن نخفف القلق أنه حتى نخفف القلق هات لك شو جاهر أنه في ظاهرة منتشرة كتير هي ظاهرة الشرود الزهني اللي هي أسبابها مثلا انشغال بمشاكل خاصة الاجتهاد الكافي وعدم النوم بشكل كافي اللي هي بتأدي إلى فقدان التركيز بالمواد عدم وجود بيئة مريحة الجو والبيئة المحيطة فيه أنه غير مشجع إلو البيئة يعني رجعنا على دور الأهل هون أنه هن قادرين أن يأمنوا بيئة مناسبة للطالب طب في طلاب كتير نحن منشوفهم عايشين بظروف اقتصادية صعبة الحياة اللي عندهم هي صخبة وليست هادئة ربما مشاكل بين الأب والأمر ربما مشاكل اجتماعية معينة ومع هيك منشوف الطالب أنه عم يجيب علامات السبب هون يعني خلينا بس نحط هذه المفارقة أنه ليس دائما شرط وجود عوامل معينة لتفوق الطالب نحن بنحكي بشكل علمي وأكاديمي حالات الخلافات الأسري هي عامل مسبب للقلق إن أكيد هو كاعن اجتماعي الطفل بدي يكون يتأثر بما يدور حوله في مجتمعي اللي هو أول أول دائرة اجتماعية للأسرة إن أكيد لما بيكون في خلافات أسرية أو حالات من الطلاق أو المشاكل الأسرية أنه أكيد مرة يكون مركز تمام أكيد موضوع موضوع التحصيل والذاكرة في عنا الذاكرة إحنا قصيرة المدى وذاكرة بعيدة المدى ممكن أنه يتذكر بهذه الفترة أما ما يخزن هذه المعلومات وما بيكون عنده ثبات في المعروف الثبات والصدق في المعلومة نحن أقول أنه دائما الحالات الأسكرتية أنه ممكن أن يكون هي طفرات أنه أنا بدي أتحدى أنا بدي أطلع من هذا الزم أنا من وجهة نظري أو في حالات ربما عم نشوفها أنه في طلاب هنين عندهم هدف يعني دائما أنا بعتبر أنه الطالب اللي عنده هدف هو ربما يتجاوز الصعوبات بجوز ربما هو بيكون قادر على تجاوز القلق أكثر من غيره لأنه هو عنده هدف أنا حكيت من البداية أنه عندما يحدد الأهل بحوار هذه الطموح والهدف للطالب ويسعى باتجاهه بشكل صحيح ببرنامج هو يكون صارم مع برنامجه أكيد سيصل إلى الهدف بأمان وبسلام وسيكون طريق ممهداً يكون لديه القلق الإيجابي الذي يدفعه إلى هذا التعزيز وبزل المزيد من الجهد أما المشتتات الأخرى هلأ مثلاً في كثير من الأهالي لأنه خلينا نطلع على الضيعة مثلاً بها الفترة هذه فترة العطة وتحضير الامتحان طيب بالضيعة مثلاً بجوز هو مثلاً المشتتات أو هذه تزيد بدلاً ما يكون يصير عنده شروط أكثر يكون عنده تلهية أكثر هلأ في كثير من الأطفال بيكون مثلاً أحياناً أربعة بالغرفة وقاعدين كلها عم يدرس ولكن كل واحد الكرسي اللي بيقعد عليها هي اللي دي تمام دور الأهل هون أنه أنا مثلاً ابني عم يقعد كل السنة عم يدرس ومسلاً والضو جاي مثلاً من جهة يسار أو يمين أو ضو يزاج العيون بعد فترة قبل الامتحان أنه منلاحظ أنه في عنده ضعف نظر طيب هذا دور الأهل موضوع الإضاءة الغرفة موضوع مثلاً بيقعد طفل مثلاً مرتكي أو متكي أو بطريقة غير صحية هو ويدروس أكيد أيضاً هذه ستعمل له مشاكل ستعمل له هون موضوع ساعات الراحة هلأ كتير من أهل لأنه بلا تلفونات بلا تلفزيون بلا 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 برامج طيب أكيد أنا كان اجتماعي عندي متسعة من الوقت يجب أن أمارس هوايات يجب أن أخذ فترات راحة بين الدرس يجب أن أنام نوماً كافياً حتى أحقق الطموح والهدف الذي تكلمتي عنه أما مجموعة الضغوطات مع بعضها تؤدي إلى تأثير سلبي أكيد على الطفل وتؤدي إلى ضعف التحصيل وتؤدي إلى عدم النتائج مرضية خليني أخذ جعفر حضرتك ذكرت لي كم موضوع هامين جداً أول شيء النوم بشكل كافي الآن نحن دوماً ممكن نأخذ النصيحة ونشتغل فيها بأسلوب معاكس نقول أنه مثلاً النوم بشكل كافي فيه شباب يأخي ممكن يحبوا يدرسوا بالليل فبيناموا بالنهار علماً هذا بيكون مخالف لأيامهم العادية بيكونوا عايشينها بس تركيزهم بيصير بالليل الآن هذا موضوع أنت شلون عم تتعامل معهم تنام بالنهار عم تنام بالليل هلين يعرف التفاصيل منكم ومن رفقاتك المحمد رسول؟ الدراسة ليلاً هي أنت فيه الصحة كمية كبيرة يعني بتركز ليلاً أكتر من النهار بس كمان فيه عامل أنه الليل أنه بيغلبك النواس أنتو عم هاي حتى لو نايم بالنهار يعني وإذا نمنع أقل من 8 ساعات ما فيه أنه نحس ما أنه النوم ما نو مخزن تماماً يعني فيه ما منركز بالمعلومة بدي يكون فيه شيء ناقص يعني؟ فيه شيء ناقص يعني ندرسها أسبوع أسبوع إمتنا بتروح بتلنسق أعيد ذاكرة القريبة حتى موضوع يعني البيئة المحيطة أنت خبرتني البيئة البيئة مش بالضرورة لأهل بس صح؟ صح حتى ممكن الأصدقاء؟ ممكن الأصدقاء تسمع الشائعات أنه مثلاً الأسئلة بدأ تكون صعبة صعبة هالسنة ممكن أنه تكون المراقب فوراً شو ما أنت أول مرة تفوت عقار رح يسحب لك الورقة ممكن أنه يقولوا لك أنه أنه ممكن أنت شو كرايتك مرة تجيب علامة قد مدرست قد مدرست مرة تجيب علامة فهي بتأدي للقلق شائعات الامتحان كثيرة يعني منها ما ذكر جعفر ومنها أشياء أكثر أيضاً هناك بعض التسريبات خصوصاً موضوع انتشار مواقع التواصل أنه هاي أسئلة الامتحان وبيبلش الطفل بياخد كل شي درسه خلال العام وبيركز على الأسئلة وما أجد مثل الأسئلة لذلك هذا خارج السيطرة يعني هذا تحكم خارج السيطرة أيضاً موضوع أنه البيئة الآمنة بالامتحان المشتتات طبعاً هناك تعليمات امتحانية كل عام وأيضاً ممكن يمكن السنة سمعنا أنه تركيب كاميرات مراقبة في كثير ناس أنه احتجت الموضوع كاميرات مراقبة ليست الامتحان ليست الامتحان وفقط هي لتحسين جودة العملية التعليمية أنا أستطيع من خلال الربط أن أكون في دمشق وأحضر درس لأي مدرس كان أنا أستطيع خصوصاً بعد صدور أنه قرار سلم الرتب الوظيفية أن أقيم مدرس وأعطيها أنه مدرس خبير أو مدرس استشاري وهو في صفه لأني أستطيع أن أدخل إلى صفه أينما كنت المدير من خلال أو الموجه الاختصاصي أو التربة والمشرف على المدرس ممكن أن يحضر لأي مدرس زاعد أن الكاميرا هي وثيقة صحيحة بالأدل الجنائي إذا كانت موضوع الغش الامتحاني تثبته وتوثقه أيضاً المراقب الذي دخل إلى القاعة ممكن أنه إذا كان ليس لديه الخبرة وأراد أحياناً أن يقوم بدور الشرطي على الطالب ممكن أيضاً هذه الكاميرا أن توثقه وممكن أن المراقب يبدله أن يعطيه تعليمات أو إلى آخرين إذن الكاميرا هي لجودة العملية الامتحانية أيضاً لجودة التعليم بشكل عام تمام؟ إذا ما نحكي نحن الآن على القلق الامتحاني هناك الكثير من النصائح هناك بعض الطلاب يأتون إلى الامتحان باكراً فيسمعون الكثير من الشائعات المحذرة منها هناك بعض الطلاب يأتون إلى الامتحان متأخراً يعني يدوب أنه يكون الطلاب فايتينه عم يدخقوا الهويات خلصاً أول يوم يكون جاي متأخر وخلاص صار عنده حالي من الارتباك والرعب والمعرفي يعني ما يقدر أنه ينظم معلوماته في أن بعض الطلاب أنه يدخل على الامتحان أنه تصيبوا هاي حالة القلق تمام؟ يخبرك أنا ما شايف الورقة تصيبوا حالي من العامة تمام؟ أو يطلب إذن أنه التبول أو الخروج إلى الحمام تمام؟ أو يكون غثيان أو طالب ما نعم كل الليل صارت أنا معي أنه راقبت أحداً أنه تسمح لي نام بلو خمس زخائر؟ بس طب راسي على المقض يا ابني شبك أنه ما نعم كل الليل ما نعم من خوفه؟ من القلق لأنه لا نتيجة السهر هذا دور الأهل أنه ما خلصت سهر الليل يعني هاي دي النصائح البسيطة والله هي لتغير مسارات هي التي تبعت طالما انتهينا من القلق صار في عندك أنت مساحة واسعة لإسمه التفريغ الإنفعالي طبعاً هذا العام سيكون هناك مرشد اجتماعي ومرشد وطبيب ومثقف صحي في حال حدثت مثل هذه الحالات يخرج للطفل بسراتيجي اسم المقابلة هالمقابلة هو يفرغ انفعالياً ما لديه يعرفوا أسباب القلق لديه ممكن أنه يتذكر الأسئلة المضيئة طبعاً عندي مثلاً دارس مثلاً عندي أول يوم اجتماعية التاسع دارس تلات كتب ولكن هاي ثلاث كتب ما كلا بدي يراجع بيوم أو يومين أو بقبل الامتحان في يوم لكن هو لديه مثلاً دفتر حاطة عنوين رئيسة في اسمه النقاط المضيئة هاي النقاط المضيئة ممكن أنه يرجع لي الذكرة فتؤدي إلى سعادة المعلومات كافة التي درسها خلال العام طبعاً يعني أكيد بنهاية حوارنا معكم لليوم بدي يتمنى التوفيق أول شي لجعفر بدي يتمنى التوفيق لكل طلابنا إن شاء الله يكونوا استفادوا من هذه النصائح اللي قدمنا لهم إياها وإن شاء الله نشوفك جايب عالمات حلوة كتير شكراً لوجودكن معنا ورمضان كريم رمضان كريم نتمنى التوفيق لكل طلاب سوريا الاختبار هو قياس وتقويمه لفسه هو غاية بحاجاته القلق لن يفيدنا سيبعدنا أكثر وسيؤدي إلى ارتباك معرفي تنظيم المعلومات كتير مهم النوم كمان أيضاً مهم مرس الهوايات بشكل مقبول إدارة الوقت، الأهل تنظيم الغذاء الرسائل الإيجابية والابتعاد عن الرسائل السلبية هذه كلها نصائح يجب على الأهل أن يهتموا بها النوم الكافي أيضاً وجعفر شو بتقول لنا؟ عدم النوم بشكل كافي وعدم سماع مصادر غير موثوقة عن نماذج الامتحان الإبتعاد عن ضغوطات الحياة مثل أنه أنا مر أجيب علامة أو كذا نحن عم ندرس ما مشان العلامة ندرس مشان المعلومة نستخدمها ننظفها بحياتنا شكراً لحضوركم معنا لليوم ورمضان كريم شكراً للمشاهدة